هاي متشابه ايه عمان اهلا وسهلا اخر يوم الي في عمان وان شاء الله بكرا متجهين لانقرة تركيا امتقيت بصاحك وحبيبي اول مرة انا ويابنا نسافر وبتعرفوا اللي بسافر اول مرة يعني مصايب تصير عليه اذا انت الله يستر شو يصير لسه تمام اذا انت بتسافر لأول مرة وصار معك قصاص اكتب على التعليقات وحكي لنا شو صار معك في المطارات وفي البلاد برون اليوم احنا هسا قاعدين استنى الطيارة بضحى 10 دقائق تقريبا وان شاء الله خير استنونا حكاً وان شو مكتوبون وان شو مكتوبون وان شكرا رابع في تلاحية Pink ترجمة نانسي قنقر تقوم بالحديث تحرير الأمور تماماً المهم نزل من الطيارة وصلنا إلى المطار أول ما دخلت الطيارة كانت كل الناس تتكلم عربي بالبداية تحس أن الأمور تماماً لكن وصلنا إلى أنقرة وصلنا إلى تركيا وصدت الناس كلها تتكلم تركيا وأن الناس كانوا يتكلم عربي وصلت هناك بطاقة للتلفون لكي أتكلم مع الناس أن أعرف مكان المكان الذي يريد أن أذهب لا يوجد مكان إلا أن تذهب من وسط المدينة فأنا الآن في وسط المدينة في نصف أنقرة لا أعرف مين الله ستطلق المهم نرى ما هو الطابق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أكثر من الأردن وأنا أجد أن تجد الناس مهتمين كثيرا بالذي باللباس كثير جميل الأردن نفس الأشي لكن هنا نسبة أكبر لديهم الموضة بشكل كبير لكن هناك مشكلة كثير كثير هنا وأنا سأواجهها في أنقرة إنه الإنجليزي ما في حدا بحكي إنجليزي صعب تتواصل مع الناس اللي بالشارع صعب تحكي تسأل حدا إذا ما بعرف إنجليزي يحكي لك ما بقدر أسادك يعني ببعد عنك صعب صعب الحياة هنا صعبة إذا أنت ما بتحكي تركي بنصح الجميع إذا بدك تيجي على تركيا وخصوصا أي مكان بره إسطنبول لازم تحكي تركيا موسيقى عجبني هذا المحل شوف ما أصغره موسيقى محل وفل كراسي جوه رهيب من يعرف ما هي مشكلة المقلوبة بتركيا؟ لماذا ممنوع تأكل هذه الأكلة بتركيا؟ إذا تعرف اكتب لي بالتعليقات هنا قبل كنت في شارع اللي هو شارع الوراي هات كل شوية بتشوف مبنى كبير وعليه علم فاكتشبت إنه شارع السفرات فقلت بلاش أظلني أصور عنده موسيقى 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 طبعاً نظافة الشوارع عنبف شوي المواصلات والأمور الأحدث بحكم أني أنا موجود في أنقرة في العاصمة التركية الباصات أجمل شوي تمام زي ما احنا شايفين هناك مواصلات في كل مكان في أنقرة العمارات والبنيان أكبر وأطول هناك ناطحات ساحة تلاقي المساجد كل شيء أضخم المساجد ضخمة وكبيرة موسيقى 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 الموسيقى موسيقى تركيا 95% أو 90% من الناس هنا يدخن هذا ما رأيته أنا يمكن أقل النسبة بس أنا شفت كمية دخان شباب بنات كبار بالعمر الكل يدخن يعني هون الدخان بشكل غريب جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كنت بمسرحية للفريق اللي أنا بشتغل معهم كنت بصورهم وهيك يعني بعطيهم صور وفيديوهات المسرحية اللي هم عملوها فإشي جميل تجربة جميلة يعني هو هدول الناس اللي أنا متطوع عندهم فكانت تجربة كثير جميلة أتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بيومنا بأنقرة استنوني بمجاهد جديدة بس لا تنسوا تعمل لايك وسبسكرايب للقناة أتمنى لكم يوم سعيد